كما حفظت مصر على أرضها وسياداتها والسقلالها وأرسلت سلاماً قائماً على العدل واسترداد الأرض مع التمسك الرازق والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم وخاصة الأشقاء الفلسطينيين وحماية قضيتهم العادلة من التصفية والعمل المكسف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة شعب مصر الأبي الكريم إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاع مركبة فما بين زيادة التوتر والمواجهات الجيوسياسية على مستوى النظام الدولي إلى ما يعانوا منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها والأوضاع الإنسانية الكارثية وانتشار المجاعات والنزوح بالملايين تضيف هذه الظروف غير المسبوقة أعباء هائلة على مصر لا يخفف منها سوما علمه يقينا من قوة شعبنا العظيم وصلابته أمام الشدائد ترجمة نانسي قنقر